بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد فما زلنا مع أسماء الله تعالى الحسنى ومع صفاته العلا وفي هذا اليوم سأتحدث عن اسم الله تعالى السلام هذا الاسم العظيم الذي ورد في القرآن مرة واحدة في قول الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس والسلام وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فإن الله هو السلام وفي الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقوله بعد كل صلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من ذكر اسم الله تعالى السلام وكان يقول إن اسم السلام من أسماء الله تعالى فأفشوه بينكم ولذلك تحية أهل الإسلام السلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية أهل الجنة السلام والجنة هي دار السلام ولذلك اسم السلام من أسماء الله تعالى الحسنى الثابتة له جل وعلا لأنه وارد في القرآن وثابت في صحيح السنن واسم السلام لا شك بأنه موصوح بالسلامة فالله جل وعلا ذو السلامة والسلامة الأمن والطمأنينة والبراءة من كل آثة ظاهرة وباطنة والخلاص من كل مكروه وعيب فالله جل وعلا هو السلام ولذلك السلام من أسمائه جل وعلا وهذا الإسم بمجرد أن يقرأ الأسماء تنشرح له الصدور وتطمئن له القلوب وترتاح له الأرواح ولذلك الله جل وعلا هو السلام ويدعو إلى دار السلام قال جل وعلا والله يدعو إلى دار السلام قال جل وعلا يهدي به الله من اتبع ربوانه سبل السلام ولذلك هذا الاسم العظيم من أسماء الله جل وعلا ينبغي للمسلم أن يتأمل في هذا الاسم وأن ينظر فيه وأن يفهم مختضيات ومعاني هذا الاسم العظيم الثابت لله عز وجل فالله هو السلام وتحية أهل الإسلام السلام والجنة هي دار السلام والسلام هو الذي سلمت أفعاله من كل شر وعيب ليس في الكون شر مطلق هناك شر نسبي بمعنى أن الإنسان قد يمرض لكن نتائج هذا المرض قد تكون في صالح إيمانه أحيانا وقد تكون أيضا لأجل تنبيهه أحيانا أخرى ولذلك ربنا جل وعلا هو الذي سلم عباده وإذا ابتلوا بشيء إنما هي لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يتدبر في أسمائه الحسنى وفي صفاته العلا كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل السلام والسلام إنه خير مسؤول صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد